السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع النهاردة هتكلم على افضل شجرة بتتحمل الحرارة الرطوب عوامل جو كمان بتقدر ان تسقيها بمية ملحة كمان بتنبع في الجزائر وفي العراق وفي المملكة العربية السعودية وفي مصر وطبعا هي من الاشجار الجميلة جدا اللي هي كمان مزهرة طول السنة وكمان خضرة طول العام النهاردة هتكلم على شجرة التجورغافية التجورغافية اسمها كده يا رب تكون اسمها كده الصح واكتب لكم اسمها العلمي تا طبعا هو نبات طبعا من افضل الاشجار اللي هي طبعا موجودة هنا بالرياض في المملكة العربية السعودية ارتفاحها بيوصل حوالي 3 متر وكمان هي تقدر ان انت بتسقيها مرة واحدة في اليوم بالنسبة في الصيف في الشتاء كل 3-4 ايام وعلى فكرة الشجرة دي غير مخربة للجدار وتقدر كمان ان انت تزراحها في اسقس كبير وتحطها فوق السطح الناس كتير جدا بتقول ان عايز حاجة حطها فوق السطح بيكون هجبة دي افضل شجرة ان انت تضلل بها كمان غير كده ان هي مزهرة طول العام زي ما انتم شايفين كده الظهور الحمرة بتاعتها دي بتفضل على طول فيها والتعقيل بتاعها سهل جدا التعقيل بتاعها هو بتاعك في شهر 10-11-12-1-2-3 تقدر ان انت تزراحها وتقدر ان انت تعقل بها عوال كتير وكمان تقدر انت تعملها ترئيد هوا دي تنفع تزراحها على الصور على حوالين الصور او تزراحها في الحديقة تزراحها في كل مكان هي معمرة طبعا بالنسبة ليه التسميد التسميد دي ما بتحتاجش تسميد كتير يعني ممكن فيه السنة مرتين تسميد بس في الشتر بتحط لها السماد البلدي المعقم واهم حاجة المعقم التاني حاجة السماد التاني اللي هو سماد ان بيكي عشرين عشرين وده بتساعدها على التزهير باستمرار اهم حاجة طبعا لو فيها اخصان ميتة ودي اهم حاجة توصها على طول وهي دي من افضل الاشجار انا بنصحكم بها ان انت تزراحها في كل مكان وعلى فكرة من افضل اشجار انت تزراحها اللي بتتحمل الحرارة بالنسبة لي اجواء الحرة بالنسبة زي المملكة العربية السعودية الجزائر العراق لدول الخليج عمتا كلها بالنسبة لدي فدي افضل شجرة تقدر تزراحها ادعمنا بلايك وشير وشارك وهي سؤال سجله في كمانت تحت وانا هرد علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته